السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي أهلا بكم إن شاء الله في الفيديو ده هنحل على قواعد الوحدة الرابعة رقم واحد I suggest not to as one أنا اقترح نقط إلى as one قبل ما نجاوب هنرجع كده القواعد سريعا suggest recommend suggest recommend لهم كذا شكل الشكل الأول نبدأ الجملة بفعل مثلا ثم الفعل suggest يقترح أو recommend ده أو ده recommend يعني يوصي يقترح يرشح تمام نركز بقى في اللي جاي لو في فعل بعدهم مباشرة أنا هيكون verb ing verb ing تمام كده في حالة النافي بيكون فيه not هنا ده الشكل الأول الشكل الثاني نبدأ بفعل ثم suggest أو recommend ثم that ويجوز حسفها ثم فاعل ثاني تمام كده زائد ونركز في اللي جاي مصدر أو should والمصدر d أو d أي أن كان الفعل ايه should والمصدر يعني ممكن يقابلك الفعل هي وشوئت ويكون مصدر عادي ده الشكل الثاني الشكل الثالث بقى هتكون recommend فقط فاعل recommend مش suggest recommend تمام زائد object مفعول به زائد tool والمصدر زائد tool ايه والمصدر طيب نرجع للحلف واحد بيقول I suggest نقطة أسوان travel ده فعل احنا قلنا ing طيب should travel عايزة فاعل طيب قلنا القاعدة اللي فوقه في رقم اثنين بيقول فاعل suggest recommend that يجوز حسفها فاعل لازم يكون فيه فاعل عشان نجيب مصدر أو شو ده المصدر إذن ده محتاجة ايه فاعل يبقى ده خطأ طيب traveling سليمة إذن إجابة تكون ايه traveling ing قاعدة suggest verb ing رقم اثنين I suggest that my friend عادل نقطة أسوان أنا أقترح أن ويجوز حسفها زي ما قلنا ثم فاعل آه يبقى مصدر أو شو ده المصدر مصدر سليمة شو ده المصدر سليمة والإن جي المرة دي محزوفة لأن المفروضة هنحزف that my friend عادل كانت تمشي إذن إجابة A and B رقم ثلاثة the doctor recommended عادل نقط up smoking طبقا للقاعدة رقم ايه رقم ثلاثة صح بيقولك فاعل recommend اهو ثم مفعول ثم to والإيه والمصدر إذن إجابة تكون to give ولكن أنا أختلف مع الكتاب في إجابة تانية تمشي اللي هي إيه give طيب ليه بصوا معي هنحللها بالراحة عندنا هنا the doctor اللي هو الشخص اللي بيقترح ثم recommend تمام عادل ده فاعل أو مفعول يعني ممكن طبقا للقاعدة رقم اتنين نحزف that حزفنا that ثم فاعل ثم مصدر أو شو ده المصدر فgive تمشي تمام كده أو نعتبره مفعول زي القاعدة رقم 3 اهو مفعول ثم tool مصدر إذا أنا شايف في إجابتين هنا وكمان إلا أكد كلامي رقم 4 رقم 4 بيقول the doctor recommended هي نفس الجملة بالضبط that عادل طب ما احنا قلنا يا جماعة يجوز حزف that صح فنعتبر إن رقم 4 هي 3 بس حزفنا that فهنختار إيه المرة ده نختار give و should give اللي هي مصدر اهي اخترناها give اهي تماما كانش فيه should give فوق يبقى give مصدر سليمة و to give كانت تكون صح على أساس مفعول به فشاف رقم 3 في إجابتين وكمان 4 تأكد اللي أنا قلته رقم 5 بقى المبني المجهول للتنين دول هيكون ازاي الملحوظة رقم 4 ما قلتهاش اهي 4 المجهول هنبدأ بيه المفعول به أو نائب الفعل المقترح عليه يعني ثم verb to be حسب الزمن ثم suggested suggested أو recommended دي أو دي recommended دي المجهول خلي بالكم ثم to المصدر يبقى بعدهم مباشرة في المجهول في to المصدر وضحت يبقى عادل was recommended يبقى to give على طول إذن إجابة تكون ايه to give طيب رقم 6 the doctor recommended not up smoking هنا المرة recommended يعني رشحة طيب لو جه فعل بعدها مباشرة تبقى للقاعدة رقم ايه رقم 1 يبقى verb ing يبقى giving طيب should give محتاجة ايه محتاجة الفاعل إذن إجابة تكون giving رقم 7 have you not about spending the weekend in the countryside لإقتراحات ده احنا اتفقنا في الإقتراحات consider الفعل consider يعني يفكر في consider بعده على طول verb ing ويسوي تماما think of think of أو about يعني يقترح برضو يفكر في شيء بعده برضو verb ing أو noun طيب نرجع للحل بيقول have you نقط about في about يبقى على طول انت مغمى think وعندك have محتاجة تفصيل في سايس فتكون thought وبالتالي مش ing ماشي ولا ing هنا طيب consider خطأ ليه مفروض نحزف about يبقى دي خطأ إذن إجابة تكون من a طيب يعني الجملة دي have you thought about spending the weekend يعني هل فكرت كاقتراح يعني في قضاء أجازة have you considered هل فكرت في بس قلنا consider ما تخدش حرف جار بعدها هل قطول verb ing يبقى إذن writing يبقى مش about writing يبقى هل فكرت في كتاب التقرير عن الأحوال في الشركة رقم 9 have you thought نقط a report about the conditions in the company نفس الجملة بس المرة دي thought يبقى think زي ما اتفقنا لازم بعده ايه about أو of واحدة من اللي اتنين المرة المتاح مين المتاح about إذن إجابة تكون about writing عشرة نقط spending verb ing يبقى محتاجين حاجة بعدها verb ing هنحزف you could لإني بعدها مصدر you could يعني أنت تقدر كاقتراح يعني why don't you بعدها مصدر ناشي كده let's بعدها مصدر يبقى التلاتة خطأ إذن إجابة تكون have you considered هل فكرت 11 you could do this task with your friend if you wish تستطيع القيام بهذه المهمة مع صديقك لو حبيت ده اقتراح you could لإني كد في الحاضر اقتراح أو طلب ماشي بس هنا اقتراح هتكون suggestion لكن ability يعني قدرة قدرة يعني تقدر تعمل الحاجة دي معناها تقدر كقدرة واستطاعة مش اقتراح ماشي blame يعني لوم refusal يعني رفض 12 let's نقط our time and do something useful هيا بنا نقط وقتنا ونقوم بعمل شيء مفيد طيب let's بعدها مصدر طيب في حالة النافي not والمصدر يبقى let's not ومصدر وساعات زي ما قلنا don't let's والمصدر طبق للمعاصر يبقى let's waste سليمة مصدره not wasting ده في ing not waste مصدر ومن في not سليمة not twist في 2 فيبقى محزوفة طب المعنى عايزة يلا بنا نضيع وقتنا ولا ألا نضيع وقتنا ألا نضيع يبقى تكون نفي رقم 13 not consult your dictionary or ask your teacher for help consult يعني يستشير ودي مصدر you could consult تستطيع أن تستشير سليمة وما ننساش فاعل يبقى في نقطة في الآخر فسليمة what about بعدها verb ing how about بعدها verb ing وفي الاخر question mark كمان have you tried بعدها verb ing وبرضه في question mark إذا إجابة تكون you could 14 not studying english tonight في question mark صح طيب could we study could we study لإني could فعل نقص بعده مصدر how about بعدها verb ing what about how about تسوي what about بالضبط في حالة الاقتراح لكن لو أي حاجة غير الاقتراح تنستخدم what about what about you مث وماذا عنك وهكذا يبقى إذن what about لا تسوي how about في حالة واحدة بس أو في كل الأحوال معدى الاقتراح في كل الأحوال معدى الاقتراح يسوي بعض 15 let's go to the club يلا بينا نروح النادي this sentence is a kind of a let's دي أصل الاقتراح صح let's والمصدر الاقتراح suggestion مش offer يعني عرض ولا request اللي هو الطلب ولا order اللي هو الأمر 16 you not to eat وخلي بالك من to eat fast food تأكل طعام سريع it's bad إنه سيء for your health على صحتك يبقى ينبغي قلة يبقى أي إثبات محزوف يمعون كده زائد عندك كمان shouldn't محزوفة لإني should بعدها مصدر بدون to ماشي إذن إجابة تكون out not to ينبغي ألا 17 you not eating fast food خلي بالك المرة دي يحولها إلى eating ماشي it is bad for your health إنه إي سيء على صحتك طيب الاختيار إيه بيقول oughtn't to stop ينبغي ألا تتوقف لا ينبغي أن تتوقف عن أكل الطعم السريع يبقى محتاجين إثبات يبقى مع السلام مع السلامة طيب should stop ولا should have stopped should have stopped معناها ندم أو لوم في الماضي ماشي كده في الماضي لو واحد بيندم بيتكلم ضمير متكلم i o e لكن لوم إحنا إيه بنوجه له لوم you مثلا أو he وهكذا يبقى مش محتاجين عايزين حاضر بيقول it is bad إذن نصيحة في الحاضر should والمصدر يبقى should stop يبقى نصيحة في الحاضر should والمصدر should والمصدر نصيحة إيه في الحاضر شايف يناس كثير بتلخبط لكن ندم أو لوم should have تصريف إيه ثالث 18 you not eating fast food you have damaged your health بيقوله إنت ما كانش إيه ما كانش أو كان ينبغي أن تتوقف كده بيتكلم عن إيه لوم في الماضي بقى يبقى اللي جاب المرض تكون d ليه بيقوله you have damaged your health إنت إيه إنت دمرت صحتك خلاص يبقى الكلام هنا ما يلقيه للماضي أكتر رغم النسي تمشي بس ضعيفة بالنسبة لدي ليه على أساس مع اعتبار ما سيكون يعني إيه ينبغي أن تتوقف في الحاضر المستقبل عن الأكل السريل إنك دمرت صحتك بس واضح هنا أنت بالفعل دمرت صحتك فأنا إيه بلومه كده صح الأفضل يعني 19 The doctor advised me to stop smoking He said I not smoking خلي بالك بيقولك advised الطبيب نصحني نصحني يبقى فيه نصح نصيحة ماشي طيب should stop سليمة دي نصيحة طيب ought not to stop ought not to stop عكس المعنى كده ينبغي ألا تتوقف عن التدخيل طيب في C ده ندم ولوم في الماضي خلي بالكم هو دي نصيحة شوه محدش يقول ليه ليه مخترناش ديم هو بيقول advised دي في الماضي لا should have stop دي في الماضي زائد لو هنعتبر إن الكلام ده مباشر وغير مباشر فاتفقنا إنه should والمصدر النصيحة في الحاضر ما نحولهاش إلى ايه should have تصريف ثالث كده انت غيرت المعنى المعنى في الحاضر مثلا أو في المباشر ينبغي أن تفعل شيء فانت لو حولت وشدها في تصريف ثالث كده حورت الكلام بقى المعنى كأنه واحد بيلوم واحد أو ينتقده فمش جاية وضحت طيب في دي couldn't have stopped couldn't have تصريف ثالث معناها بالتأكيد لم يفعل كده معناها بالتأكيد لم يتوقف فالمعنى مش منطقي إذن إجابة تكون should stop يبقى كمان مرة النصيحة لا تحول إلى الماضي لأن المعنى بيتغير هيكون ندم أو لوب عشرين the doctor blamed أهو جابها لك blamed المراضي لمني لمني يبقى بيتكلم عن حاجة ايه بيندمه عليها في الماضي المراضي يشدها في تصريف ثالث وضحت يبقى لو يقولك advise يبقى شده المصدر لكن لما يقولك blame تصريف ثالث واحد وعشرين the doctor told me الطبيب قال لي I might have had the ability ربما يكون لدي أو ربما كان لدي عشان might have تصريف ثالث ماضي ربما كان لدي القدرة to stop smoking أن أتوقف عن التدخين he said I not smoking آه بيقولك أنت كان ممكن يا ابن تقدر تبطل التدخين اللي هي إيه من فاكر could have تصريف ثالث كان بالإمكان أنه لم يفعل شيئا ولكنه لم يفعل يبقى نعيد تاني عشان حاجات دي بتلخبط could have تصريف ثالث ربما فعل ده معنى المعنى التاني كان بالإمكان أو كان بمقدوره بالفصحة كان بالإمكان أن يفعل شيئا ولم يفعله ولم إيه يفعله وضحت كده طبعا should stop نصيحة في الحاضر مش هتمشي خالص وهنا should have stopped دي ندم ولوم وcouldn't have stopped قلنا معناها إيه معناها بالتأكيد لم يفعل شيئا في الماضي استنتاج مؤكد من في في الماضي من أول 22 نركز قوي مع بعض عشان الشرح بتاع الدرس كله موجود هنا I could stop smoking this sentence shows not could لها أكثر من معنى ممكن يستطيع في الحاضر يمكنه كاقتراح وسعى الطلب could you give me كذا كذا في الحاضر أما في الماضي معناها استطاعة معناها إيه استطاعة طيب هنا معناها استطاعة ولا يمكنه في الحاضر كاقتراح أولا ما فيش في الاختراض suggestion اقتراح يبقى بيتكلم عن الماضي طيب regret مستحيل اللي هو الندم الندم بيكون should have زاد تصريف ثالث دي ندم أو ought to have تصريف ثالث ماشي نفس الفكرة بالضبط blame should have تصريف ثالث نفس الفكرة باختلاف الفاعل وهنفهم الكلام ده دلوقتي ماشي طيب past possibility يعني احتمالية في الماضي يعني كان يقدر يعملها بس ما عملهاش كان يقدر يعملها اللي هي could have تصريف ثالث could have زاد تصريف ثالث وساعة طبعا may و might وهكذا may و might have تصريف ثالث دي اسمها ايه past possibility طيب past ability يعني قدرة استطاعة كان يقدر يعملها وعملها دي يبقى ايه الماضي من كان يبقى ability دي كان ماشي كده طيب بقى past يبقى could بس نترجمها استطاعة نترجمها ايه استطاعة اللي هي موجودة هنا من الاخر اذا اجابة تكون ايه past ability يبقى هنا استطعت وانا توقف عن التدخين دي قدرة في الماضي واستطاعة في الماضي رقم 23 I could have stopped smoking كان بامكاني ان اتوقف عن التدخين انا لسه شريحها وقلت ان دي اسمها ايه past possibility احتمالية في الماضي يعني احتمال كان يقدر يعمل حاجة وما عملهاش 24 I should have stopped smoking خليب ان 24 و 25 اللي اتنين فيهم should have stopped بس الاجابة مختلفة لان الفاعل مختلف هنا لما اكلم نفسي عن حاجة كان المفروض اعملها فانا ايه كده بندم حد يقول لي بنوم نفسي لا اللوم في الحالة دي معناه حد بيلومني ماشي اللوم في اللغة الانجليزية حد بيكلمني لكن هنا انا بندم تمام يبقى اللي جابة تكون regret لكن في 25 بيقولوا انت المفروض كنت تعمل كذلك بيلومني يبقى لوم او نقد او انتقاض يعني وضحت رقم 26 يو هاد بيتر نشرح هاد بيتر هاد بيتر يا شباب معناها ينبغي انه تسوي شد بالزبط هاد بيتر بس خلي بالكم مالهاش ماضي يعني هاد بيتر زائد مصدر ماشي يبقى تسوي شد والمصدر وقد والمصدر طيب لو في الماضي قلنا شدها في تصريف سالس لكن هاد بيتر مالهاش ماضي يبقى اذا هاد بيتر بعدها مباشرة ايه مصدر او في حالة النفي نوت والمصدر طيب نرجع بقى ل26 بيقول يو هاد بيتر ينبغي وبعدها مصدر مباشرة او نوت والمصدر حسب المعنى your parents the truth والديك الحقيقة يبقى ينبغي ان تخبرهم صح وبالتالي هنا في اسبات يبقى مصدر فقط tell 27 the lies الاكاذيب الكاذب هاشي الاكاذيب وهكذا يبقى هنا هتكون ايه هتكون you had better not tell not tell خلي بالكم ما فيش to 28 قلنا you ought عايزة بعدها to المصدر في حالة الاسبات وهنا truth اللي هو الصدق والحقيقة يبقى to tell 29 your parents المراد يبدأ بمين بيء المفعول به والديك ينبغي ought to be told احنا قلنا اي حاجة جعلت مصدرا يعني عندي مثلا تعبير او صيغة تعبير او صيغة زي مثلا will زي have to يعني tool اللي بعدها مصدر الحاجات اللي بتخلي الفعل مصدر زائد مصدر هيكون ده معلوم ده ايه معلوم طب المجهول هيكون التعبير ده ثم to be زائد تصريف ثالث يبقى اي فعل خلنا مصدر شفت انا قلت خلنا مصدر يعني مش بطبيعته لا خلنا مصدر تمام كده يبقى المابل مجهول هيكون ايه هيكون to be تصريف ثالث مجهول فهنا الاجابة هتكون ايه to be تصريف ثالث على اساس والديك ينبغي ان يتم اخبر ان يخبروا الصدق بواسطتك فمجهول هنا ثلاثين بيقول you must be not speak french for this job يجب ان تكون وخلي بالك من بي دي بي ما يجيش بعدها مصدر اطلاقا في الانجليز وبالتالي نحزف manage ماشي كده لان verb to be بعده ياما تصريف ثالث فيكون مجهول ياما ing فيكون ايه مستمر ياما ما يكونش في فعل اصلا يكون فيه صفة حرف جر و هكذا طيب could ده فعل ناقص الفعل ناقص ما يجيش بعد verb to be ينفع اقول I am will انا اكون سوفة مش جاية صح طيب able to ده صفة سليمة احنا قلنا برب to be ممكن يجي بعده صفة طب مها capable of برضو صفة والتنين نفس المعنى قادر على ولكن دي قادر ان قادر ان يفعل شي الفرق ان دي بعدها مصدر و دي بعدها verb ing او noun طيب هنا فوق speak ده مصدر يبقى الاجابة able to طيب لو كانت speaking كانت الاجابة تكون capable of يبقى capable of معنى قادر على و able to قادر على ان يفعل شي وبعدها مصدر 31 سمير نقط have helped his friend ناصر but he preferred not to help him سمير كان يقدر يساعد صديقه ناصر بس هو فضل انه ما يساعدوش كان يستطيع ان يبقى could have تصريف ثالث اذا الاجابة could have helped لكن couldn't have helped نحفظ بقى مع بعض couldn't have تصريف ثالث معناها بالتأكيد لم يفعل اهي هكتبها لانه مهمة جدا can't او couldn't ماشا كده لو بعدهم have زي التصريف ثالث معناها بالتأكيد لم يفعل بالتأكيد لم يفعل اللي احنا بنقولها بالعامية ايه مستحيل يكون عمل حاجة والاسبات منها must have زي التصريف ثالث يعني الاسبات منها مش could have تصريف ثالث ولا كان have تصريف ثالث لا ده must have تصريف ثالث قاعدة دي غريبة انا عارف ماشا كده معناها ايه بقى يا شباب دي معناها بالتأكيد فعل بالعامية اكيد عمل بالتأكيد فعل يبقى اذا must have تصريف ثالث نفيها mustn't have تصريف ثالث لا مش موجودة في اللغة الانجليزية mustn't have تصريف ثالث مش موجودة اطلاقا ماشا كده لا دي نفيها can't او couldn't have تصريف ثالث طبعا فيه كتير بس انا عايزكم ايه خطوة خطوة تحفظوا معي يبقى راجعوا تاني can't couldn't have تصريف ثالث معناها اكيد ما عملش حاجة لكن must have تصريف ثالث معناها اكيد عمل وضحت طيب نرجع بقى في 31 shouldn't have تصريف ثالث يعني معناها ما كان ينبغي ان يفعل شي المفروض ما كان ش عمل حاجة must have تصريف ثالث انا اسا اشريحها فوقها اللي هو بالتأكيد فعال 32 i not full marks in english but i didn't concentrate انا نقط درجات كاملة في لغة انجليزية بس انا مركزتش اه يبقى كان اقدر كنت اقدر اجيب الدرجة الكاملة نفس الفكرة كان بمقدوري could have تصريف ثالث لكن should have اصلا دي مضارع خلي بالك تقول لا مستر have تصريف ثالث ده full full ايه يعني ايه دي صفة ما فيش تصريف ثالث وبالتالي should have هنا معناها ينبغي ان يمتلك فمش جاية خالص نفس الفكرة في couldn't have عايز التصريف الثالث عشان نفكر انها ماضية طيب cannot have دي مضارع لا يستطيع ان يمتلك اذا اجابة تكون ايه could have had يعني كان بالامكان ان ايه يحصل على درجات الكاملة كان بامكان ان اجيب الدرجة الكاملة بس انا ايه ما ركزتش تلاتة و تلاتين he not a great doctor هو نقط طبيب عظيم he had وركزه had في الماضي كان لديه القدرة والاستطاع يعني ادر كان لديه القدرة but he didn't لا لك but ولكن he didn't want to work hard يعني كان لديه المقدرة بس هو ما كانش عايز يعمل كده يبقى نفس الفكرة بالضبط كدها في تصريف الثالث نفس المعنى كان بمقدوره ان يفعل شيئا يبقى كان باستطاعت انه يكون طبيب عظيم وكان لديه القدرة ان يفعل ذلك ولكنه ايه مع عمالش كده 34 سامير سافر الى الشغل بالأتوبيس هو نقط بايترين هو كان يقدر يروح بالقطار كالمعتاد بس هو ايه ما كانش عايز هي نفس الفكرة برضو could have تصريف الثالث اذا كده could have تصريف الثالث حفظناها خلاص معناها كان بالإمكان هنكتبها برضو could have زاد تصريف ثالث ماشي معناها لها اتنين قلنا ربما فعلة وفي المعنى ده تسوي ايه من فاكر may او might زاد تصريف ثالث زاد have صح حولوا كده ها وصح معاني يبقى may او might have تصريف ثالث تسوي ايه ربما فعلة فتسوي could have تصريف ثالث لها معنى مختلف التاني خالص لو كان بمقدوره بمقدوره ان يفعل شيئا ولكنه لم يفعل ولكنه ايه لم يفعل رقم خمسة وثلاثين why didn't you take part in the competition ليه انت مشاركتش في المسابقة you know you can win تستطيع ان تفوز بيتكلم عن الماضي بيقوله ليه انت مشاركتش في المسابقة كان ممكن تفوز اه كان بالامكان هي نفس الفكرة برضو could have تصريف ثالث ممكن اترجمها هنا ربما فعل برضو ربما فوزت يعني كان ممكن تفوز يا ابني صح ستة وثلاثين I could have traveled برضو هي نفس الفكرة كان بمقدوري ان اسافر بالايه بالسيارة بس انا سافرت بالقطار ده يظهر ايه ان could have تصريف ثالث معناها ايه past possibility احتمالية في الماضي او نقولها بطريقة تانية possibility in the past احتمالية في الماضي سبعة وثلاثين بيقول I not have quarreled with my friend I really regret it انا حقا اندم على هذا يبقى should have تصريف ثالث عندك واحدة نفي واحدة اثبات عندك quarrel اخذناها في تانية سنة ومعناها يتشاغر يتخانق يعني يبقى انت بتقول ايه كان ينبغي ان اتشاغر مع صديقي ولا ما كان ينبغي يبقى نفي صح فالاجابة تكون shouldn't 38 I shouldn't have made that mistake يعني ما كانش المفروض اعمل الغلطة دي I wish I not more careful انا اتمنى ان انا كنت اكون حريص عن كده اكون مش لا اكون يبقى اي نفي محزوف طيب احنا قلنا wish اللي بعدها جملة ماضي تام يبقى تمني عكس الماضي ماضي بسيط تمني عكس الحاضر يعني ما فيش will والمصدر اصلا اذا الاجابة بالحزف had been 39 He regrets what he had done هو بيندم على عمله He not that terrible mistake هو ما كانش المفروض يرتكب هذا الخطأ الفضيل ما كانش المفروض يبقى نفي الوحيدة لنفي I shouldn't have done طيب 40 I shouldn't have repeated that mistake ما كان ينبغي ان اكرر هذا الخطأ this means ده معنى ايه that I not it ان انا كررته صح لكن didn't commit معنى لم ارتكب الخطأ عكس المعنى صح طيب had to repeat عشان فيه ناس بتترجمها غلط بص يا شباب had to repeat هنترجمها ايه had to هنترجمها كان لازم يعمل الحاجة وعملها نشر كده يبقى لازم كان يعمل حاجة ماشي كده بالعمية اهو بالفصحة اضطر لفعل شي اضطر لفعل شي وفعله وفعله دي اهم حاجة عشان فيه ناس بتفتكر انه ايه ما عملش الحاجة دي ده عملها فكده معناها والله انا اضطرت انه كرر الغلطة وكررتها مش منطقي يعني اضطرت لي ايه اللي اضطرني للموضوع ماشي كده طيب owed to have repeated معناها انه ينبغي ان كنت كررتها مش منطقي يعني 41 you're not او you not your car انت نقط سيارتك in the wrong direction في الاتجاه الخاطئ it is illegal to do so انه غير قانوني ان تفعل هذا يبقى you mustn't drive على اساس انها منع وتحريم صح ده شكل بس مش موجود في الاختيارات يبقى نشوف حسب المعنى should have driven يبقى كان ينبغي ان تقود مش منطقي او الواحد كان ينبغي ان تقود سيارتك في الاتجاه الخاطئ يبقى shouldn't have driven ما كان ينبغي تمشي طب had to drive قلنا لازم كان يعمل حاجة يبقى انت يا ابن كان لازم تسوق سيارتك في الاتجاه الخاطئ مش منطقية mustn't have driven معنى ايه ملهاش معنى ليه احنا قلنا mustn't have تصريف ثالث have تصريف ثالث مش موجودة في الانجليزي على اساس ان must have تصريف ثالث نفيها can't او couldn't have تصريف ثالث صح لكن مفيش mustn't هف تصريف ثالث اما الامتى اقول mustn't لسه ايلينها هي mustn't والمصدر موجودة عادي جدا mustn't والمصدر لها معنىين يقما الترجمها يجب ان لا يفعل شيء ممنوع يعني يجب ان لا يفعل ده معنى والمعنى التاني لان استنتاج المؤكد المنفي او هنا قاسف ما ينفعش استنتاج ملهاش معنى تاني لان في الاستنتاج النفع هيكون can't هنرجع لنفس الدائرة can't او couldn't زائد المصدر معناها بالتأكيد مش لم يفعل ده لا يفعل في الحاضر لان في الماضي بتكون كان تأكد انت هف تصريف ثالث طيب يلا بالمرة طيب الاسبات بتاعت mustn't والمصدر ايه بمعنى يجب ان لا must والمصدر سهل عادي بس must والمصدر ليها معنين بقى يجب ان او بالتأكيد يفعل بالتأكيد يفعل ماشي يبقى الزام واستنتاج ليها معنين في الاسبات لكن في النفي ليها شكل واحد بس بمعنى يجب ان لا لكن بالتأكيد نفيها can't او couldn't هنعرفكم تلخبطوا بس هتحفظوها ان شاء الله من التكرار كمان مرة اذا عندك must والمصدر معناها يجب ان او بالتأكيد بمعنى يجب ان هناخدها مثلا ده رقم واحد والمعنى التاني بالتأكيد في الحاضر يفعل شيء رقم اثنين النفي بتاع رقم واحد هيكون mustn't حلوة كده mustn't والمصدر النفي بتاع رقم اثنين بالتأكيد هيكون can't او couldn't وضحت نرجع بقى للحال اذا الاجابة تكون في واحدة الاربعين ايا شباب قلنا shouldn't have driven اثنين واربعين oh it's very cold يعني هرابي هذه الجوسة اعجدا انا نقط ميكوت المعطف بتاعي i feel terribly cold هنحس بالبرد القارس دلوقتي يبقى كان ينبغي ان لي should have تصريف ثالث او ما يوازيها طيب نأكد برضو عشان نسبت مع بعض في الاختيار shouldn't have taken يعني ما كان ينبغي ان يأخذ مش منطقي must have taken اكيد اخذ يعني هو في استنتاج مؤكد انه اخذ طب ما يلبس بقى المعطف ده had to take معنى هضطرة لاخذ طب ما يلبسه بقى 41 have you said something to a friend that you know هل عمرك قلت حاجة لصديق انت بتندم عليها او ما كان ينبغي ان تقولها حسب الاختيارات طيب من غير ما نبص على الاختيارات ما كان ينبغي ان تقولها لا ايه should have تصريف ثالث يبقى shouldn't have said او ought not have said المتاحة مين المتاحة shouldn't have said 40 he looks very sad هو شكله حزين جدا his team not of the match فريقه نقط المتش could have won ربما فازوا لا مش هيكون سعيد shouldn't have won ما كان ينبغي ان يفوزوا يعني فازوا might have won يعني ربما فازوا ما نفس معنى could have won اذا اجابة couldn't have won اكيد ما فازوش قلنا couldn't او can't have تصريف ثالث معناها بالتأكيد لم يعفعل 45 آية hasn't arrived yet آية ما وصلتش لسه she not the train who knows آية ما وصلتش لسه هي نقطة القطار مين يعرف بها من يدري يعني مش متأكد should have missed كان ينبغي ان تفوت القطار مش منطقي might have missed ربما فوتت القطار سليمة had to miss يعني معنى هاتطرت لان تفوت مش جاية must have missed يعني بالتأكيد فوتت برضو مش جاية 46 our car broke down again السيارة بتاعتنا تعطلت تاني it not repaired properly yesterday انها نقط صلحت بشكل ايه بشكل سليم بالامس يبقى اكيد ما تصلحتش حلو صح اكيد ما تصلحتش اكيد في الماضي منفية يبقى couldn't او can't ها في تصريف ثالث قلنا لا وجود لمusn't have تصريف ثالث طبعا we shouldn't have repaired كده معناها ما كان ينبغي ان تصلح خلي بالك have تصريف ثالث معلوم لو ضفت been تبقى مجهول طيب can't have repaired ولا couldn't have repaired احنا قلنا can't ها في تصريف ثالث معناها بالتأكيد لم يفعل في الماضي بس كده خطأ لان كده هتكون معلوم كده معنى الجملة انها بالتأكيد لم تصلح عايزين been بعد have عشان تكون مجهول اذا الجابة تكون ايه couldn't have been سبعة وربعين I knocked my car to the market yesterday انا نقط سيارتي الى السوق مبارع as it was very near لاني كان قريب جدا السوق يعني قدت هنا تعود للسوق ما قريب يبقى السوق يبقى ما كان ينبغي ان اقود سيارتي الى السوق يعني رحت عالفاضي لو فاكرين قلنا needn't have تصريف ثالث اهي needn't have تصريف ثالث معناها فعل شيئا فعل شيئا لم يكن ضروري لم يكن ايه ضروريا قلنا بالبلد كده عمل حاج عالفاضي وهي الاجابة طبعا needn't have driven تمانية وربعين there is a lot of food يوجد الكثير من الطعام in the fridge في التلاجة so you not buy more عشان كده انت مش لازم تشتري ايه more يعني اكتر من كده او المزيد طيب mustn't buy يجب الا يجب الا معناها او عتمل حاجة فمش منطق يعني كاني بمنعه من حاجة سلبية don't need to محتاجة to اهو يبقى don't need to معناها مش لازم تمشي كانت لو في to اللي هي اصلا ايه تسوي doesn't او don't have to صح؟ بس خلي بالك يوم ما بياخدش doesn't اذا اجابة needn't يبقى needn't والمصدر معناها مش لازم في الحاضر مش لازم فين في الحاضر والماضي منها اللي هي فوق دي ما كانش لازم تعمل الحاجة دي وطبعا عملها لالفاضي تسعة واربعين you not take an umbrella if you are going to a swan it doesn't often rain there انت نقط تاخد شمسية لما تكون رايح اصوان فانها لا تمطر غالبا هناك يبقى مش لازم صح مش لازم اللي هي ايه مش لازم اللي هي haven't got to يبقى عايزة got او don't need to او don't have to او needn't والمصدر لسه اللي لنا في رقم 48 المتحمين don't need to خمسين i needn't have both sweets اهي needn't have تصريف ثالث يعني عمل حاجة على الفاضي بقى ترجمها كده يعني انا اشتريت على الفاضي ايه حلوة this means that the speaker not sweets معناه ان المتحدث بيعمل ايه بقى للحلوة دي both اشتراها اه هو فعلا اشتراها didn't buy ما اشتراهاش لا regret buying قلنا regret لو بعدها انجي اندم على فعل شي اه ما هو اشتراه على الفاضي اكيد ندمان اذا الاجابة a and c واحد وخمسين ايه نقط a taxi to the hospital ايه نقط taxi الى المستشفى she wasted her money يعني ضيعت فلوسها على الفاضي يبقى عاملت حاجة على الفاضي يبقى needn't have تصريف ثالث نفس الفكرة كده سبتت معكم 52 you needn't answer بس needn't والمصدر مش needn't have تصريف ثالث needn't والمصدر المعناها مش لازم اللي احنا قلناها فين يا شباب في 49 مش لازم في اللغة الانجليزية hasn't او haven't got to او don't او doesn't have to او need to او needn't والمصدر needn't والايه والمصدر يبقى انت مش لازم تجاوب على كل الاسئلة جاوب 4 من 6 needn't هنا تعبر عن ايه lack of necessity يعني عدم الضرورة ايوة مش لازم يبقى عدم ضرورة مفيش ضرورة في الموضوع lack of necessity ضرورة prohibition يعني منع وتحريم impossibility يعني استحالة اذن اللي جابة تكون مين lack of necessity 53 I not get a permit permit معناها تصريح او اذن تمام يبقى انا نقط احصل على اذن قبل ان اخرج من المصنع I go out of the factory or I won't be allowed to leave وإلا لن يسمح لي ان اغادر وبالتالي حاجة ايه غصب عنك no option يعني مش نصيحة ولا حاجة ضعيفة زي should اذا الاجابة تكون have to يبقى have to has to معناها لازم no option يعني ما فيش اختيار لان فيه ايه فيه حد بيفرض عليك من الخارج 54 علي نقط to take his sunglasses because it was cloudy علي نقط انه ياخد نظارة الشمس بتاعته لان الجو كان ايه كان cloudy غائم يبقى ما كانش لازم طيب didn't have to صح اللي يتسوي didn't need to طيب hadn't عايزة got بعدها عايزة تصريف سالس وكمان مش موجودة لاني haven't hasn't got to معناهم مش لازم لهم ما يسعوا ايه don't need to doesn't need to don't doesn't have to needn't والمصدر الكلام ده كلنا هل لهم ماضي لا ما لهم مش ماضي ازن كده كده خاطر طيب doesn't have مش هنفكر فيه عشان ايه مضارح وبيقولك ايه كان غائمة بيتكلم في الماضي طيب has to برضو مضارح وعكس المعنى ازن الاجابة تكون ايه didn't have to 55 you aren't that late you aren't to hurry انت مش متأخر قوي كلمة that لو قبل صفة ممكن تترجمها جدا انت مش متأخر للدرجة دي فانت مش لازم ايه مش لازم تسرع يبقى you don't have to مش لازم don't have to don't need to needn't رقم 56 you aren't renew your passport انت نقط تجدد الباسبورت بتاعك as you're traveling to london next month لانك مسافر لندن طيب دي حاجة من جواك بإرادتك ولا غصبا عنك لا غصبا عنك وإلا مش هتسافر ولا يخلك تدخل المطار أساسا تمام يبقى you have to 57 did you paint the room هل انت دهنت أو لونت الحجرة no I not it was recently painted لا انا مش ايه مش ما كنتش مضطرب عشان بتكلم في الماضي did you paint وهنا it was recently painted الاجابة في الجملة الاخيرة بيقول ان هي كانت ايه مدهونة فترة قريب وبالتالي لا انا مش لازم اعمل كده can't have مش هنفكر فيها خالص اشيه طيب didn't have to ليه مش هنفكر في can't have عشان محدش يسأل السؤال ده لاني قلنا can't have تصريف سالس معنا ايه بالتأكيد لم يفعل شيئا مش عايزينها وما فيش تصريف سالس اساسا didn't have to didn't have to يعني معناها انا ما اضطرتش اعمل كده تمشي صح shouldn't have يعني ما كان ينبغي مش جاية ما فيش ندم هنا won't have دي في المستقبل اذا اجابة تكون ايه didn't have to 58 which of the following is structurally correct ايا من الاتي بناء اللغة سليم to show necessity لازهار الضرورة و in the past في الماضي حلوة الجملة دي في ايه بيقول هاني must have attended يعني نترجم مع بعض must have attended يعني must have تصريف سالس بالتأكيد فعل يبقى هاني بالتأكيد حضر الاجتماع لا ده استنتاج مؤكد في الماضي هاني must attend هاني يجب ان يحضر اما الترجمها يجب ان يحضر او اكيد بيحضر يعني ايه يعني استنتاج مؤكد في الحاضر او حتى الزام في الحاضر فمش جايه بيقول لك in the past في الماضي طيب هاني هاتو احنا قلنا هاتو معناها اضطر لان يفعل شيء كان لازم يعملوا عملوا اه يبقى دي اسمها ايه past necessity ضرورة في الماضي فدي سليمة طيب في دي هاني should have attended should have تصريف سالس معناها ندم ولوم يبقى هاني كان ينبغي ان يحضر لا مش جايه اذا نجابها تكون من سي 59 you not visit the white desert when you are in فرفرة it's amazing انت نقط تزور الصحراء البيضاء لما تكون في الفرفرة انها ايه مذهلة اه يبقى دي اسمها ايه warm invitation يعني دعوة ايه دعوة حارة اللي هي بمصد يبقى الدعوة الحارة انت لازم تجي وتزور كذا بمصد على طول 60 you mustn't park here ما ينفعش تركن هنا اتفقنا مصد نترجمها ايه ما ينفعش تعمل حاجة دي يجب الا يجب الا تركن هنا فإيه تزقي انه ايه necessary ضروري advisable منصوح به allowed مسموح به forbidden ممنوع او محزور وتساوي بالظبط banned طب امتى كنا نختار allowed لما يجيب لك قبلها not it's not allowed 61 following rules of cleanliness ان اتباع قوانين النظافة is a to avoid infection لنتجنب العدوى وخلي بالك فيه او ان يبقى محتاجين اسم ناو نا necessary دي صفة معنىها ضروري كان ممكن تمشي لو بعدها اسم it's a necessary thing او matter عايزة الاسم unnecessary غير ضروري دي صفة زائد المعنى مش منطقي must تمشي فعل نقص بمنع يجب ان او تمشي اسم بمعنى ضرورة وتساوي في الحالة دي necessity يبقى لو موجودة necessity صح و must صح لكن prohibition رغم انها اسم بس عكس المعنى انه مانع وتحريم 62 students الطلاب not eat or drink during the class it is not allowed مش مسموح به يبقى mustn't على طول يبقى الطلاب يجب ان لا يأكلوا او يشرب 63 it is not to phone them before you visit او your visit انه نقط ان تتصل بهم قبل زيارتك خلي بالك it is with two ما فيش او ان المراد يبقى المراد الصفة صح necessity عايزة ا او ان ا a necessity تمام a must سليمة جاب ال ا اهو طبقا necessary عايزة الاسم a necessary thing ما اسمني بقى دي غلط prohibited دي صفة مش عايزينها اذا نجد ان تكون a must 64 you not smoke in public transport it is forbidden انه ممنوع ومحظور you don't have to يعني مش لازم لا بيقولك او عطا من حاجة دي يبقى mustn't 65 i really must buy my friend a present انا حقا لازم اشتري لصديقي هدية on his birthday party في حفل عيد ميلاده لما اقول انا لازم اشتري لحد حاجة دي اسمها مشاعر قوية this shoes a lack of necessity عدم الضرورة regret ندم inner feeling يعني شعور داخلي ability يعني قدرة استطاع ان يفعل شيء اذا الاجابة inner feeling شعور ايه داخلي قوي ممكن نكتب نقول strong inner feeling